موسيقى على بعض أمتار من سوق الخضرة المقتض بطرابلوس بتوقع محطة معالج المياه المبتذلة المحطة هي الأكبر بالبنان والأكبر على حوض البحر المتوسط اللي بيمرق من حدها بيشوف حجمة والتقنيات المتطورة فيها وبيتوقع أنه الوضع مثالي ومشكلة تلوث المياه نحلت بالكامل بشمال لبنان إنما هالمحطة حتى اليوم وبعد نحو 15 سنة على انطلاقة بتشتغل بالحد الأدنى وبتكتفي بالمعالج الأولية فوين راحت الأموال اللي خصصت إليه وبلغت أكثر من 100 مليون يورو لمحطة ما قدت دورة بسبب عدم اكتمال توصيلات الشبكات وغياب الرؤية المتكاملة والإدارة السليمة لقطاع الصرف الصحي فيه هلأ الروايح وقت اللي بتشوي بالدنيا بتصير ريحة القنايات بتطلع علينا فيه برغش كتير عندي بنت معها قانسر يعني هايدي الروايح ما بتأس يعني ما بتناسبها بتأسر على صحتها هي مايا مريضة قانسر هي مصابة بالقانسر كان عمرها 14 كفاينا علاجها أخذت كيمو عاملت راديو عاملت استقصال للمرض بس حكيمة أكيد بيفضل إنه تكون مايا بوضع صحي يعني بهوا يكونوا نضيف ما يكون كتلوص إنه هيك يعني ما يكون إنه ميت مجرير ميت قانيات كل فترة بتلاقي القانية بتفلت على الأتستراد هوني عنها أنا على بنتي نعنو هيدا الشي كله يتو بيدرة هيدا الروايح كله بتأسر عليها يعني بالقليلة إنه يكون بس جو نضيف يعني أنتي مثلاً عايشة حد نهر والنهر إنه يعني لازم تكون ميته نضيفة بالقليلة يعني ما في زبالة بقلبه ما في قنايات تنزل عليه يعني النهر بقدروا يستخدموا منه أشياء كتيرة يعني بتلاقي العالم تقطع على عكار لتعمل مشوار هي وعيلتها عن نهر ما نحنا في عنا نهر هون نحنا عم بحكي عن منشأة من أكبر منشأات الصرف الصحي على الساحل اللبناني اللي هي يمكن الأكبر واللي هي بتغطي تقريباً لمليون إنسان ساكن بترابلوس والجوار وهي ما اشتغلت به هالسنوات الماضي بعد ما فتتحت بالألفين وتسعة ما اشتغلت إلا بالأمور البسيطة اللي هي بتعمل بس المعالج الأولية أو البرايماري فهونا السؤال أنه نحنا ليش عنا هذه الاستثمارات الكبيرة اللي صارت كانت عبر مساعدات أو قروض أو من تمويل من الخزينة من الدولة وهي بقيت بدون تشغيل وعم تولد مشاكل ونحنا مش عم نحكي على أمور كمان عادلية عم نحكي عن قطاع عم بيكون في تأثيره مباشر عصحة الناس وبقتهم وخاصة بعد ما صارت موجة الكوليرا بالسيف الماضي سنة 1997 تمت الموافقة الأوروبية على أقراض الدولة اللبنانية لبناء محطة تكرير المياه المبتذلة بحوض طرابلوس مئة مليون يورو كلفت لمحطة والمصب البحري اللي بيمتد لواحد فاصل ست كيلومتر بالبحر المتوسط بلش تنفيذ المشروع سنة 2003 وانتهى سنة 2009 إلا أنه حتى اليوم أي بعد 15 سنة عم تشتغل المحطة بأدنى المستويات السبب أن المعالجات المتقدمة بتطلب كحد أدنى 60 متر مكعب من المياه المبتذلة حتى تشتغل ومع غياب التوصيلات بيوصل اليوم للمحطة ما لا يزيد عن 45 متر مكعب كسنتراليزد ويستووتر تريتمنت بلانت من المفروض أن تستقبل ويستووتر بكباسي أقل شي 30% من الكباسي تبعية للبلانت لتقدر تشتغل غير هيك هنضلنا بالبرلمنيري تريتمنت وإذا بقينا بالبرلمنيري تريتمنت ما عم نعمل شي يعني أنا محطة بتحتوي على برلمنيري، برايميري، سيجندري وترشري يجي يقول أنه أنا بدي شغل فيها بس برلمنيري لأنه ما قادر أوصلها نشتغل بالقلب مثل ما بيقولوا يعني إحنا بدل ما نجي نوصل الانفراستركشور لأنه الانفراستركشور بالنهاية 80% من سعر تكلفة التكرير يعني أنا شو بيجي بعمل أنا اللي عملنا على العكس نحنا جينا عملنا محطة وبعدين جينا قلنا خلينا نشوف إذا فينا نوصل هالانفراستركشور صار الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والبنك الأوروبي للاستثمار على مشروع من أجل دعم إنشاء شبكة مياه صرف صحة بمدينة ترابلس ومحيطة سنة 2019 بيشمل هالمشروع نوعين من التمويل قرد بقيمة 74 مليون يورو وهبى بقيمة 18.6 مليون يورو كمنحة استثمارية من صندوق مبادرة المرون الاقتصادية الممول من مساهمات من عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهبى تانية بقيمة 4 مليون يورو كمساعدة فنية قدت سرسة الأزمات لاشتاحت لبنان لسيام الأزمة المالية بتشرين الأول أكتوبر سنة 2019 لتعليق القرد ومع هيك بعده البنك الأوروبي للاستثمار ملتزم بتقديم المنحة بحسب ما قال البنك لدرج وبالتالي محطة ترابلوس اليوم حمت الشط بس ما حمت البحر وفقاً لمجلس الإنماء والأعمار لأنه صحيح لمحطة موجودة ومتطورة إلا أنه بسبب عدم استكمال الشبكات بعد المياه المبتدرة عم تتحول عمجرة نهر أبو علي والبحر هلأ بتجي بتقولي لي اعملنا أوبر سايزنج صرنا مضطرين نجيب وايس ووتر من عدة مناطر لنقدر نمشيها يمكن ما كان بدنا هيدا الحجم ايه أنا بلك مزبوط بس نا دات وي هاف هيا المحطة شو منعمل منهدها ولا منعملها مركز للطيور مثل ما هي هلأ شو أكتر من أنه بسنة واحدة صار عنا هباتايتس اي وكوليرا طيب هيدولي شو هيدولي ووتر بورن ديزيز يعني شو بعد مناطرين أنا صراحة تفاجأت عندما زرت مرشأة ترالوس ما كنت عارفة بهذا الحجم ولا بهذا الشكل من التجهيز تفاجأت أنه كيف متروكي وجزء من عملي كمان كم شفاف مع الناس وارفع الصوت لإخلاق حالي واجتماعي كمان على مستوى مدينة ترالوس الطالب بتشغيل هيدا المحطة وكذلك عم طالب النواب المديني ونواب الشمال يسعوا معنا كمان لنقدر نأمن التمويل أو الاعتمادات اللازمة العبر الموازنة أو عبر أمو القرود لأنه أكيد بتبرع مجلس النواب لنقدر كمان نحافز عليها ونأمن تشغيلها نحنا لما عندنا منطقة كبيرة مثل ترابوس وجوارا والشمال وهي لازم تأمن هذه الخدمة ولكن عمرنا المحطة بكلفة بحدود 100 مليون يورو إذا مش أكتر وما أملنا شبكة جيدة فهيدي بتفرشي على سوق التخطيط في عدم تناسق بين بناء الشبكات وبناء المحطات مش هيت دائماً لكي عب يكون فيه خلل وضلت معظم الأنهر وشواطئنا ملوسة أو المعالجة اللي عب تصور عب تكون هي معالجة أولية محطة التكرير الموجودة بالترابوس هي واحدة من أهم محطات التكرير الموجودة بالشرق الأوسط لأنه فيها تقريبات التكرير هن نوصل لترشيري تريتمنت آخر تريتمنت للووتر بيصير باليوفي لايت والشي اللي كتير مهم بالمحطة هو أنه نحن حتى الحمقة اللي بتطلع من هايدي المحطة نحن عم نرجع نقدر نعملها دايجسشن ومن هايدي الأنايروبك دايجسشن نحن منعرف بيطلع غاز وهي البيوغاز نحن عم نقدر نحوله لألكتريسيتي هايدي المحطة هي من أحدث المحطات الموجودة حالياً على ساطئ الحوض الشرقي للبحر المتوسط هل يعقل أنه محطة موجودة وعم تكلف صيانتها مبالغة كبيرة الدولة الليبنانية؟ نهر أبو علي ما زال حتى الآن ومصبه هو مصب للمجارية السؤال اللي بيطرح حاله هلأ أنه كيف نحن خلصنا المحطة والشبكة لسه منها خالصة وهيدي من الألفان وتسعة ناطرة فبالتالي أكيد في علامة السفام كتير كبيرة على موضوع المتابعة وعلى خطة تنفيذ المشروع ككل وين المسائلة؟ أنتوا شغلتم حتى دفعتوا علي مصاري كيف بتقبلوا؟ أنه تبقى عشرين سنة ما عم تشتغل كيف يعني كبين المصاري؟ يعني نحنا ما عملنا فيهم شيء وضعنا كتير سيء وأسلوب المعالجة أقل من مسؤول يعني عم نجرب نحن المواضيع بس طريقة كتير مش لدرجة الوضع اللي نحنا فيه الواطر حق لكل إنسان حتى هيدا الشيء نحنا ما قادرين نحصل عليه بلبنان حرام 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 مع كل الفانز اللي وصلت إذا بتحسين قادرين نعمل أحلى محطات تكرير وأهمة استراتيجيز للويست مانجمنت وكل شي خاصه بالبيئة وين تعثر المشروع ومين هني أبرز المتعهدين؟ منطقة الكورة بعد انتهاء العقد مع شركة إيطالية بسبب تحديات مالية وجهتها الأخيرة وفقنا مجلس الإنماء والأمار بتابع العمل اليوم شركة خوري للمقاولات واللي بيملكها داني خوري أدرج داني خوري على لائحة العقوبات الأمريكية بتشرين أول أكتوبر سنة 2021 للمساهمة بتفكيك سيادة الأنون بلبنان فبسبب علاقته القريبة مع جبران باسيل تلقى خوري عقود عامة كبيرة أسفرت عن ملايين الدولارات بلا ما يلتزل بشكل كبير بشروط هالعقود وتم اتهام خوري وشركته بإلقاء النفايات السامة والنفايات بالبحر الأبيض المتوسط وتسميم الصيد وتلويث شواطئ لبنان كل هيدا بينما فشله بحل أزمة النفايات بحسب وزارة الخزانة الأمريكية أكد المتحدث بسبب البنك الأوروبي للاستثمار موقع درج أنه بعد ما أثرت العقوبات الأمريكية على شركة خوري للمقابلات أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان تحقيق لمكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي أولاف للتحقيق من الاتهامات المذكورة مع العقوبات تم تعليق العقد بكنون الأول سنة 2021 حتى شباط سنة 2022 لما قام مكتب أولاف بعد إجراء جميع فحوصات العناية الواجبة بتسوية وضع المقاول والسماح باستقناف العقد شركة خوري للمقاولات ما ردت على طلب التعليق منطقة الألمون تعثرت توصيلات منطقة الألمون لأنها كانت ممولة من الصندوق العربي لتوقف عن التمويل بعد ما عجزت الدولة اللبنانية عن تزديد مستحقاته إلا أنه بحسب مجلس الإنماء والإعمار من المتوقع حل الوضع قريباً مع الصندوق العربي الشركة المتعهدة لمنطقة الألمون هي شركة سابة مخروف للتجارة والمقاولة نشرت جارية الأخبار سنة 2019 إنه هالشركة هي كمان المتعهدة بمحطة تكرير المياه المبتدلة بجنوب صيدة اللي ما عم تشتغل من بدء العمل فيها سنة 2010 إلا على فصل الحمقة عن السائل بمليون دولار سنوياً بينما بتتعدى كلفة تشغيل الحقيقية 250 ألف دولار بالمقابل نقلت جارية نداء الوطن تعيين سبع موظفين من شركة سابة مخروف سنة 2019 كمان بإدارات الدولة استرضاءاً للأصوات الانتخابية شركة سابة مخروف كمان ما ردت على طلب التعليق بيذكر مجلس الإنماء والإعمار أنه نظراً للظروف اللي وصل إلى البلد كان من الضروري بناء هالمحطة لأنه تكلفتها اليوم بلد الشبكات والبنى التحتية ما بتقل عن 170 مليون يورو بينما تم بناءها مع المصب البحري بـ 100 مليون يورو بلد الشبكات للأسف أنه نحن لهلأ بعد 20 سنة ما قدرنا حتى نحط أكتر من تريتمنت يعني شي كتير بيزعل أنه منطقة مثل منطقة طرابلوس عندها محطة بهالكبر بهالأهمية منها قدرة تشاقلها لأنه للأسف بطرابلوس نحن صار في عنا نوع من قناعة رسخيت أنه دائماً المشروع بيجي شيء وبيتنفذ على الأرض بطريقة كارثية وبالتالي تهدر ملايين الدولارات والمحاصلة اللي بتكون لا شيء كانوا بالقديم ينزلوا يغسلوا تياب تحت يعني أنا عن أيام سبتي وجدتي وعمتي كانوا ينزلوا يغسلوا تياب وانتحت بالنهر ينزلوا يحامي مولادهم هلأ في قطع ماء بس ما بتستجي تنزلي عن النهر أكيد أنه بفضل أنا لابنتي تكون أنه جاءوا أحسن من هيك بس أنه بالتالي أنه ما في عنا يعني ما عندي هالمدخل اللي قادر أنا أطلع مساحة بنتي بمنطقة أحسن من هيك أنه بتأمن أنا أنه يزبط أنه وضع هيك النهر أنه نحن هلأ من الساعة 5.06 ما بقى فيك تطلعي لبرا لأنه لو هيحكي لها ياتا أنا ياتا يعني أنا ببنتي لو ما في حكيمة لو ما في جمعيات هون بطرابلوس ساعدتني أنا مني كنت قادرة علاج بنتي وبعدني لحد ديت هلأ لو ما أهل طرابلوس وجمعياتها أنا ما قدرت كفيت علاج بنتي عشرين سنة مرأت مع بداية مشروع شبكات مياه الصرف الصحي لحوض طرابلوس الكبرى سنة 2003 اللي كان بيهدف لتوفير معالجة متقدمة لمياه الصرف الصحي بطرابلوس وبتفيد حوالي مليون مقيم للأسف وبالرغم من القروض والهيبات الأوروبية لهالمشروع وعلى الرغم من وجود واحدة من أكتر محطات معالجة المياه تقدما بمنطقة البحر المتوسط إلى أن هالمشروع ما نجح لليوم بتحقيق أهدافه المنشودة خصوصا بالحد من التلوث ومعالجة المياه المبتدنة بشكل متقدم وبعدها لليوم المياه الملوثة بتتحول على مجرى نهر أبو علي ومنه على البحر المتوسط تحت نظر الجهات الأوروبية لأولوية بهالمشروع هي حماية البحر وبالوضع الراهن ومع الظروف الصعبة اللي عم يمرق فيها البلد من الواضح أنه الهدف بعده بعيد المنال بينما بيستمر سكان ترابلوس بانتظار تحسينات طفيفة بجروهن المعيشية الصعبة ترجمة نانسي قنقر